السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بكل متابعي قناة اجانا دلوس النهاردة خبر من وزارة تربية التعليم الامتحانات يا جماعة امتحانات من رابع ابتدائي للثالثة سنوي ركزوا بقى في اللي انا اقوله ده الامتحانات العملي والامتحانات النظري في موعدها للصفوف من رابع ابتدائي الى السنوي التقييمات من رياض الاطفال حتى الصف الساس الابتدائي هنعرف الكلام ده في الفيديو ده ايه اللي حصل الوقتي الدكتور طارق الشوقي صرح وقال ان كل اولا الامور بيترقبهم العام الدراسي اللي احنا فيه وفي اي لحظة مو كن يجي كورونا والاعداد بتزيد والكلام ده كل فبدأ الاعتقاد السائل عند الناس كلها ان وزارة التربية والتعليم هتكرر نفس اللي حصل السنة اللي فاتت اللي تحسف اجزاء من المنهج وتعتمد على الابحاث تمام وتعمل بقى ابحاث تنقل بقى الشهنة الاعدادية والكلام ده ما حصل السنة اللي فاتت لكن خطة الوزارة ملهاش دعوة بالكلام ده خالص ليه الوزارة بتتجه الى عدم تعطيل الدراسة تحت اي ظرف ايا كان سواء بقى اشتدت الاصابات صارت الامور بشكل هادي بتأكد ان ما حدث في العام الدراسي الماضي لن يتقرر بالنسبة تخفض المناهج او بالنسبة نجاح الطلاب من خلال الابحاث يعني خلاص كانت ثبوبة وخلصة هنا وزارة الرباع التعليم بتقولك ان وباء كورونا عندما ضربة مختلف دول العالم في السنة الماضية لم تكن هناك خطة اصلا يتم من خلال هذا المرار تقديم الخدمات التعليمية او الامتحانات وكان الحل الوحيد اللي احنا نعتمنا على الابحاث تمام اما ظروف اللي فرضت كل ده كانت ظروف السنائية الامر بقى مختلف دلوقتي لان المدرسة لها اساس ولها بنية الوقتي ولها نظام وفيه شرح عن طريق الاونلاين وفيه شرح عن طريق التلفزيون ولها اجابات وسلبيات ولو كل طالب في مصر قعد في بيته هياخد نفس الخدمة التعليمية زي ما بياخدها بالظبط ولم يكن اعتمد وزارة الرباع التعليم على القنوات بشكل اساسي لشرح الدروس وتقدمها بالامر عشوائي بل كانت خطة بديلة واستباقية لغاق المدارس خلي بالك كما هناك منصات تعليمية الالكترونية ومكتبات رقمية يعني الدراسة ليست هي كل التعليم بل استثنائي داخل المنظومة عشان كده الاساس في التعليم التلفزيوني والالكتروني كل ده عشان خاطر ولادنا وحسب المصادر بقى في الوزارة قالت ايه قالك الدراسة لن تتوقف تحت ايه ظرف تمام وبالتالي لن يتم عمل ابحاث ولم يكن اي حاجة من الكلام ده كله ايه اللي يحصل بقى ان الوزارة يعني بكله متأكد وبيقول لك خلاص هيتمي حاجز لان ما ناجي الاخير عشان ندخلين في 17 عشر قالك دلوقتي ما عادش ابحاث والتقييم هيبقى امتحانات زي ما هو وهو ده اللي الوزارة استعدت لي لن تتحقق امال من ينتظر تكرار سيناريو العام الماضي على مستوى طريقة الامتحانات والتقييم وهو ده اللي الوزارة تستعد له مبكرا اللي الامتحانات يا جماعة مفيش اي ضرر عليها وان شاء الله الامتحانات في موعدها والامتحان سواء عملي او نظري خلاص ولا عودة للابحاث اتفقنا ده كان كلام الدكتور طارق شاوي والكلام الاخير اللي قاله الدكتور طارق شاوي قالك العام الدراسي سيكتمل بكل الاشكال قناتين تعلميتين هيكونوا في 15 نوفمبر لا يجب ان يكون الطالب طرفا في العلاقة بالمدرس وليل الامر ويتم تطبيق القانون بحزفيره ولن ينقل طالب من مدرسة الا كمان بدفع المصروفات ولو كان سعر الكتب جزء المصروفات يجوز عدم تسلمة للطالب الذي لم يسدد المصروفات ده كان كلام الدكتور طارق شاوي يا طارق ايه لا يحصل خلال الساعات القادمة هيكون معانا اخبار جديدة على قناتكم قناة اجيال الاندلس كان معكم مسامة رزق مؤسس اجيال الاندلس ان تشترك في القناة وفعل الجراز للكل وتأكد لها تم تفعيله كل عشان نصر الجميع اشارتونا اول باول في امان الله اشتركوا في القناة